موسيقى موسيقى تحية طيبة من السيدوهات 218 نيوز في البلاد مع الظرف الأقليمي الدولي الحالي مع وضع أزمتنا الليبية إذا تب تعرف بدقة شنو اللي قاعد يصير في ليبيا للأسف لابد أنك أنت تلاحق خيوط اللعبة اللي هي خرجت برى ليبيا يعني تم تدويل القضية انتقلت خيوط اللعبة كلها إلى الخارج أصبح السياسي الليبي لا يمتلك زمام أمره تبي تعرف شنسير في ليبيا تبي تمشي مثلا إلى باريس تشوف شنسير في باريس أو تشوف شنسير في روما اليوم حنمشو إلى روسيا إلى موسكو بحكم أن روسيا طرف مهم الآن في مسألة الأزمة الليبية في سينياريوهات الأزمة الليبية لما نتكلموا على معركة طرابلس نتكلموا على التداعيات على مستوى سياسي وإقليمي ودولي لشكنا روسيا أصبحت الآن لاعب مؤثر بعدما موسكو خذت خيط الأزمة وخذت خيط المشكلة في لقاء موسكو بحسب بعض المراقبين خلوني نرحب بضيفنا الكاتب والباحث السياسي محمد جارح اللي نضمننا اليوم من موسكو ومن روسيا سعداء جدا من ضمن مكننا من موسكو عبر الأقبار الصناعية محمد الجارح سعيد بتواجدي معك ويخليل نعم بداية أنت موجود كضيف في منتدى مهم جدا منتدى فلدايل الشرق الأوسط في زمن جاء تحت عنوان المنتدى الشرق الأوسط في زمن التغيرات باتجاه نظام استقرار جديد هذا يخلينا نتساءل الآن وانت قاعد الآن في موسكو وقريب من الدوائر السياسية قبل من تكلموا على الأزمة الليبية في الفترة هذه في الأيام هذني كيف تشوف موسكو في الأمور لابن نشوف الرؤية الأشمل لموسكو للمنطقة العربية لشمال أفريقيا روسيا شن هي أولوياتها شن هي اهتماماتها وهل عندها الآن استراتيجية واضحة نقدر نقوله في كلها البقعة المشتعلة في سوريا في ليبيا إلى آخر بكل تأكيد كما أشرت المؤتمر الذي أشرت إليه العنوان المتاعه هو ملتقى أو مؤتمر سنوي يتخصص في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد أي أنه لا يناقش ليبيا أو سوريا فقط وإنما يناقش المنطقة ككل ولكن يناقشها أيضا من منظور دولي وعالمي ففي هذا الملتقى تجد مسؤولين مهمين من دوائر حكومية روسية من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أعضاء في البرلمان وتجد أيضا خبراء من الروس المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط ورؤساء الأقسام متاحهم والمراكز البحثية التي تركز على الشرق الأوسط أو على العالم الإسلامي بشكل عام وأيضا يوجد عديد الخبراء والمتخصصين الدوليين أيضا ويوجد أيضا بعض الخبراء والأصوات أو بعض المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ويتمحور في واقع الأمر الحوار ليس فقط عن وجهة النظر الروسية ولكن عن التعقيدات الموجودة على المستوى الدولي ولها تأثير مباشر جدا على مسألة الاستقرار أو عدم الاستقرار في المنطقة بالنسبة للروس دائما نلاحظ تركيز مهم على مسألة الدول القوية أن تكون هناك دول وطنية قومية قوية يهمهم بشكل كبير جدا مسألة الاستقرار مسألة الأمن ويعتقدوا أن مسألة التدخلات الخارجية على سبيل المثال التي تأتي بتغيير أنظمة مثل التدخل الأمريكي في العراق سنة 2003 والتي ينتج عنها الكثير من الفوضى كنتيجة لذلك فالروس وجهة نظرهم أن التدخل الأمريكي في العراق أدى بشكل أو بآخر إلى صعود داعش في 2014 بعد أكثر من عشر سنوات بعد أكثر من عشرين سنة فلذلك الروس وجهة النظر متحم في العادة تمشي في هذا الاتجاه أن المنطقة بحاجة إلى أنظمة قوية وإلى دول وطنية قوية لكي يكون فيها نوع من الاستقرار كان فيه تركيز طبعا كما هو متوقع على الملف السوري وعلى المواجهة الساخنة الباردة التي تحدث ما بين تركيا وروسيا وفي ظل انعقاد المؤتمر متاعنا كان فيه وفد تركي للتفاوض مع نظراءهم الروس فيما يتعلق بملف إدلب على وجه التحديد وأيضا هناك يعني يوجد أيضا تركيز إلى حد ما على مسألة العلاقات التركية الروسية وأيضا على الدور الروسي المتزايد في المتوسط أو في شمال أفريقيا وإلى حد ما الذي يمتد إلى أبعد من ذلك يناقش الموضوع أو المؤتمر يناقش عدة محاور فيما يتعلق بهذا الأمر لكنها فرصة ممتازة جدا للتعرف عن قرب لوجهة النظر الروسية إن صح التعبير أو على الأقل السلوك الروسي أو الفهم الروسي العقلية الروسية تجاه المنطقة متعنة وتجاه قضايا أخرى مهمة على مستوى العالم التي هي تسير وجهة النظر الروسية الروسي أعتقدوا أن على سبيل المثال تدخلهم في سوريا كان تدخل إيجابي وهو ساعد على الإبقاء على نظام الأسد وساهم الآن في إعادة السيطرة على أكبر عدد من المناطق في سوريا لصالح النظام وإنه أعاد الاستقرار لمناطق كبيرة من سوريا هذه هي وجهة النظر وينظروا إلى التدخل الأمريكي أو التدخل المضاد لبشار الأسد كان تدخل سلبي وكان ممكن يؤدي إلى سقوط الدولة الوطنية السورية هذه هي وجهة النظر الروسية على سبيل المثال طيب وهذه فرصة جيدة أنت موجود الآن في موسكو قبل يومين كنا في الذكرى التاسعة لفبراير الذهنية الروسية أو مركز الرؤية الروسية كيف يشوف في ليبيا الآن بعد 9 سنوات من 2011 وموقف الروسي طبعا معروف في 2011 الروس الآن السؤال شن يبقوا من ليبيا بالتحديد شن أولوياتهم في ليبيا باستثناء مسألة الاستقرار اللي تنقشوا فيها مثلا أو نظام استقرار جديد شن هي الأولويات كيف يشوفوا مسارات الأزمة في ليبيا بعكس سوريا السياسة الروسية تجاه الملف الليبي لا تزال غير واضحة أو غير محددة يعني في سوريا اختاروا أن يدعموا نظام بشار الأسد الذي يعترف به أنه هو النظام الشرعي يعني مش معروف الخيار الحسم العسكري أو خيار نظام إلى الآن لم يعني لا توجد سياسة روسية واضحة في هذا الاتجاه فكما ذكرت مثلا في مرات سابقة أن يعني وجهة النظر الروسية اللي موجودة أو تعرضنا لها خلال الأيام هذه خلال تواجدي هنا في موسكو هو يعني أنه روسيا منخارطة في ليبيا على ثلاثة مستويات المستوى الأول هو مستوى السياسي ديبلوماسي نعم وعلى هذا المستوى موسكو تتحدث مع كل الأطراف في ليبيا فهي تستقبل في عقيلة صالح وتستقبل في المشري وتستقبل في فايز السراج ومجلس الرئاسي وتستقبل أيضا في ممثلي حكومة المؤقتة ومنخارطة أيضا في التواصل مع خليفة حفتر وعندها تواصل جيد جدا مع قيادات من النظام السابق على سبيل المثال هذا من الناحية السياسية والديبلوماسية وهناك على المستوى الاقتصادي انخراط أيضا مع الطرفين إلى حد ما فعندك من جهة هم يعني يتواصلوا مع حكومة الوفاق بل ويوقعوا حتى في اتفاقيات فلديهم على سبيل المثال شركة روزنبت اللي وقعت مع المؤسسة الوطنية للنفط عقد لمدة سنة السنة الماضية الفترة الماضية أيضا مليون طن من الشعير أو القمح الروسي استوردات حكومة الوفاق ولكن من جانب القيادة العامة أو من جانب الحكومة المؤقتة روسيا تقوم بطباعة الأموال لصالح مصر في ليبيا المركزي في البيضة وتقوم في نفس الوقت بالتعاون مع القيادة العامة من خلال الشركات الأمنية الخاصة أيضا تقديم الدعم وهنا لا نتحدث عن الذين يقاتلون في طرابلس بل نتحدث على أن هناك شركات للصيانة شركات تدريب يوجد شركات تساعد على مسألة تشغيل بعض منظومات التحكم إلى آخره وأيضا إزالة الألغام هي من الملفات التي تساعد فيها روسيا المستوى الثالث هذا المستوى الاقتصادي المستوى الثالث هو المستوى العسكري أو الأمني وعلى هذا المستوى واضح جدا أن روسيا تتعامل فقط أو بالأغلبية مع خليفة حفتر ومع القيادة العامة للجيش فلاحظنا أن على سبيل المثال وزير الدفاع أو رئيس مجلس الأمن القومي هنا في روسيا كذلك رئيس الجيش لم يجتمعوا بأي جهة أخرى إلا بخليفة حفتر من ليبيا فالجهات الأمنية والجهات العسكرية في غالب الأمر تتعامل مع خليفة حفتر وترى فيه أنه هو الطرف العسكري الذي يمكن لهم أنهم يتعاملوا معه ولكن يظل هذا التعامل حذر ومحدود يعني ليس كما يصوره البعض بأن روسيا موجود بثقلها الكامل خلف القيادة العامة هذا غير صحيح وغير دقيق وينافي الواقع وينافي ما هو التصور واللي صار في موسكو يثبت هذه النظرية اللي صار اللقاء في موسكو يثبت أن روسيا ما عندها شلو مع الجيش نعم وهذا ما تحدثت به بعض المصادر هنا اللي التقيت بها في موسكو أنه يعني يظل النفوذ متاحهم إلى حد ما محدود على خليفة حفتر ويرى أن خليفة حفتر عنده حلفاء متعددين أنه عنده أطراف إقليمية تدعم فيه بشكل أكبر بكثير من موسكو باريس تعتبر حليف أهم لخليفة حفتر والقيادة العامة من موسكو بكل تأكيد فيعني على المستوى العسكري على الرغم من أنه محدود وحذر والروس عندهم مبرراتهم لهذا الحذر في التعامل مع خليفة حفتر ومع القيادة العامة ولكن مع هذا كله نلاحظ أنهم هما ينظروا له على أنه الطرف العسكري الوحيد اللي على الأقل يستطيعوا أنهم هما يتعاملوا معاه على الأرض نعم طيب نستغل الفرصة أيضا بما أنه نحن نتكلم على مسئلة الدور الروسي ورؤية روسيا للأمور بهذه الطريقة في سؤال آخر قبل ما نحكو شوية أيضا على نحن لنا يومين على ذكرى بتاع فبراير روسيا كيف تشوف في مسئلة الموافقة الأوروبية الأخيرة بخصوص قضية مراقبة الأسلحة توسيع عملية صوفيا مراقبة الأسلحة التي تخش الليبيا جوا وبحرا كيف تشوف في هذه الأمور هل هتكون الآن فيها متناغي مع الرؤية التركية بخصوص الأوروبيين ربما إلى حد ما قد يكون هناك نوع من التقارب ما بين موسكو وتركيا في هذه الحيثية لأن المراقبين لهذا الإعلان الأوروبي الجديد قالوا بشكل واضح أن إذا تم تنفيذ هذه العملية فإنها ستضر بحكومة الوفاق وبتركيا ليش؟ لأن هذه العملية بالدرجة الأولى تركز على تنفيذ أو مراقبة حضر الأسلحة في البحر وحكومة الوفاق وتركيا تعتمد بشكل أساسي وبشكل كبير على إيصال الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين باستخدام البحر وهذا بالدليل بينما القيادة العامة تعتمد بالدرجة الأولى على البحر على الجو وعلى البر وحكومة الوفاق لديها بعض الأسلحة أو بعض المرتزقة أيضا اللي يصلوا عن طريق الجو أيضا ولكن هناك أيضا جسر بحري أو خط بحري يقوم الأتراك بإيصال معداتهم وبإيصال مقاتليهم إلى طرابلس ورأينا على سبيل المثال الاستهداف الأخير الذي قامت به القيادة العامة لميناء طرابلس قبل ست ساعات من الآن يعني بحجة أن ميناء طرابلس يستخدم لهذه الأغراض فإذا تم تنفيذ هذه الخطة الأوروبية هذا يعني أن حلفاء القيادة العامة سيستمروا في إيصال معداتهم وأي دعم يحتاجوا يوصلوا سواء عن طريق البر في الحدود مع مصر أو بالجو أيضا خصوصا وإن القدرة على يعني فرض حظر التسليح من الجو سيتطلب يعني موارد أكبر من مراقبته في البحر فلذلك هذا الأمر سيكون أمر غير مرحب به بالنسبة لحكومة الوفاق ولتركيا وبعض الأوروبيين يتخوفوا من أن حكومة الوفاق ربما ستتخذ خطوة أو تتخذ كرت أو حركة من حركات أردوغان وهي التهديد بمسألة الهجرة أي أنها ستفتح أبواب الهجرة باتجاه أوروبا في حال تم تنفيذ هذا الأمر أو هذه الخطة بهذه الكيفية فيما يتعلق بالموقف الروسي وزير الخارجية قال اليوم يعني تحدث على أن أي عملية أوروبية لتنفيذ حظر التسليح على ليبيا يجب أن تمر من خلال مجلس الأمن أو يتم التنسيق فيها من خلال مجلس الأمن فما يقوله الروس هنا أن الأوروبيين بكل تأكيد يريدوا أن يأخذوا بزمام المبادرة بعد محاولة موسكو بالتعاون مع أنقرة أنهم هما يأخذوا بزمام المبادرة في الملف الليبي يوم 12 يناير أعلنوا فيه الهدنة وكان السراج وخليفة حفتر حظرين في موسكو بدون التوقيع على اتفاق طبعا فهم يروا أن الأوروبيين الآن يحاولوا استعادة دورهم القيادي أو يحاولوا استعادة المبادرة فيما يتعلق بالملف الليبي وينظروا أن بسبب شعور الأوروبيين بالخطر من زيادة النفوذ التركي والروسي فأنهم جادين في هذه المسألة فموسكو تريد أن يكون لها صوت في مسألة تنفيذ حظر السلاح ويعتقدوا أن يجب على الأوروبيين أن يذهبوا من خلال مجلس الأمن لكن أعتقد أن الأوروبيين لن ينتظروا الروس في هذه المسألة فما سيفعله الأوروبيين هو القول بأن تم اعتماد قرار من مجلس الأمن في سنة 2011 وأيضا تم اعتماد بيان برلين في قرار من مجلس الأمن وهذه قرارات ملزمة والآن نحن نتحرك بهذه الشرعية الدولية التي تسمح لنا بمراقبة حظر التسليح على ليبيا فربما نرى في الفترة القادمة نوع من التشاحن ما بين الأوروبيين من جهة وما بين الروس والأتراك من جهة أخرى هذا لا يعني أن الأتراك والروس قد توافقوا أو مصالحهم حيخدموا في نفس الاتجاه أو أنهم سيعملوا مع بعض هم اتفقوا فقط في هذه المسألة أي معارضة هذه ولكن معارضة الروس لهذه الحركة الأوروبية ليست لنفس الأسباب التي تجعل الأتراك يعارض هذا التحرك الأوروبي الأتراك يشوفوا فيه تهديد مباشر لهم ولنفوذهم ولشحنات الصلاح والمرتزقة إلى آخره بينما الروس أنت تتحدث على مسألة نفوذ أنهم هم يريدوا أن يكون لهم صوت ويريدوا أن أي أمر يتعلق بليبيا يقوم به الأوروبيين أن يتم التنسيق فيه مع روسيا ويكون لروسيا صوت فيه وهذا يعطي روسيا دفعه فيما يتعلق بمسائل أخرى عالقة مع الأوروبيين ستتعلق بأوكرانيا مسألة العقوبات تعاون اقتصادي مسألة الطاقة إلى آخره مسألة سوريا إلى آخره من ملفات عالقة بين الأوروبيين والروس لكن أعتقد أن أنقرة وموسكو سترى أو سيكون لها موقف إلى حد ما معارض أو بالنسبة للروس على الأقل سيكون هناك موقف متحفظ فيما يتعلق بهذه العملية الأوروبية التي تم الإعلان عنها إلى حد الآن نحن لا نعلم إذا كان فيه آليات لمراقبة حظر التسليح عن طريق البر على سبيل المثال بين مصر وليبيا وأيضا الجو وما هي الإمكانيات يعني حيتم الإعلان عن هذه التفاصيل ربما خلال شهر مارس ومن المتوقع أن هذه البعثة تبدأ عملها فعليا في شهر مارس نعم يعني تقريبا كل أقطاب الإسلام السياسي أو قيادات الإسلاميين كلهم معترضين على القرار الأوروبي وقصة حظر السلاح توسيع عملية صوفيا والمراقبة في البحر هذه خالد المشري محمد صوان الجميع لكن في اللي يقول لك محمد الجارح في رأي يقول خلينا نكون واقعيين الأوروبيين واقعيين جدا الأوروبيين متضررين من مسألة الهجرة والإرهاب الهجرة اللي تطلع من الشواطئ الغربية تحديدا وفي نهاية المطاف ما فيش داعي يصرفه أكثر من هيكي في مسألة المراقبة لأنهم على الأقل عارفين أن السلاح اللي هو يصل للقيادة العامة لجيش الوطني حيقعد تحت سلطة تحت كير هذا السلاح لكن السلاح اللي يصل للوفاق وتحالف الوفاق كيف تقدر تضمن أنه هو ما يصلش لداعش والإرهابيين يعني في فرق والأوروبيين يتصرفوا بواقعية وهمش متضررين جدا من مسألة السلاح اللي يصل للقيادة العامة لجيش الأوروبيين بكل تأكيد كأي جهة أخرى سينظروا لمصلحتهم أولا وأنت محق عندما تتحدث على ملف الإرهاب وتتحدث على ملف الهجرة هذه هي الملفات وملف الطاقة فهذه هي بالنسبة للإيطاليين فهذه هي الملفات المهمة بالنسبة لأوروبا ككل أوروبا ترى في أن تدخل أردغان أن هذه الاتفاقية التي تم توقيحها من قبل فايز الصراج وما تبقى من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مع أنقرة هي تصعيد كبير جدا يضر بالمصالح الأوروبية ليس فقط بمصلحة قبرص واليونان بشكل مباشر وخطير جدا فيما يتعلق بمثلة الغاز في شرق المتوسط ولكن بأوروبا ككل لأن الآن هناك تخوف من أن أردغان ستصبح لديه ليس فقط ورقة المهاجرين الموجودة في تركيا عنده ولكن يسيطر على ورقة المهاجرين الموجودين في طرابلس وفي غرب ليبيا يصبح عنده ورقتين بدل الورقة الوحدة ضد الأوروبيين وهذا يعطي أردغان موقف قوي يعني بعض الأتراك الذين يعني نقطة سريعة فيما يتعلق بالأتراك يعني بعض الأتراك المسؤولين أو المتخصصين اللي كانوا حاضرين هنا تحدثوا عن ليبيا في هذا السياق أن ليبيا التدخل التركي في ليبيا هو نفسه التدخل الروسي في سوريا أي أن الأتراك تعلموا من التجربة الروسية في سوريا فهم يقولوا في نفس الكلام اللي تقول فيه روسيا في سوريا روسيا تقول نحن جئنا لحماية حكومة معترف بها العالم وعضو في الأمم المتحدة تركيا تقول أنا أيضا جئت هنا لأحمي أو لأساعد حكومة عضو في الأمم المتحدة وما زال العالم يعترف بها على الرغم من التحفظات اللي موجودة عليها فنرى الآن يعني طريقة التفكير التركية تغيرت كثيرا خلال السنوات الماضية أي أنهم يعرفوا أن حسن النية أو المحاولة التعامل بدبلوماسية مع الأمور لن يأتي بنتيجة نعم والحفاظ على العلاقات الجيدة مع الكل وغيره إنه لن يأتي بنتيجة في ظل هذه التغيرات التي تحدث في المنطقة ويعتقد أردغان والأتراك يعتقدوا أنهم يجب أن يفرضوا أنفسهم على الأرض بشي يحترمهم العالم وواتتهم الفرصة في ليبيا واتتهم الفرصة في ليبيا رأوا فرصة في ليبيا إن حكومة الوفاق كانت ضعيفة وكانت مستعدة للتوقيع على أي شيء يفرضه عليهم الأتراك وبالفعل هذا ما حدث نعم والآن أصبح لتركيا دور مهم جدا فيما يتعلق بالملف الليبي فهذه هي وجهة النظر التركية هذا التوجه مزعج بالنسبة للأوروبيين يعني الأوروبيين يعوا أن الأتراك كما الروس يتدخل في ليبيا لأن ليبيا منطقة مهمة مهمة لمن؟ مهمة لقوى أخرى مثل أوروبا على سبيل المثال هي منطقة يحاول تيار يعني إقليمي آخر متمثل في مصر والإمارات والسعودية أن يؤثر فيه بشكل مباشر أو يؤكد على أن النظام اللي موجود في ليبيا يكون نظام قريب على هذا التيار الذي أيضا هو يدفع باتجاه الاستقرار والأمن على حساب أي شيء آخر ومهما كان نظام الحكم اللي موجود فبالنسبة للأوروبيين هذا التحرك التركي يشكل تهديد خصوصا وأن أردغان أصبح الأوروبيين ينظروا له على أنه مارق أي أنه يتصرف بنوع من الجنون يستخدم في سياسة حفة الهاوية في الكثير من الأحيان يعني لا يمكن التعامل معه بشكل منطقي إن صح التعبير كل الخطوات التي يقدم عليها تبدو وكأنها خطوات انتحارية ولكن في واقع الأمر هي تعطي فيه نوع من النفوذ أو الدور لأنه يفرض في نفسه على الواقع ويفرض في الواقع بالقوة بالتحرك بهذه الطريقة وبشكل غير مكلف على فكرة تدخله في ليبيا غير مكلف بتاتا بل هو حكومة الوفاق تدفع له في الفلوس ليس يتدخل في طرابلس لحمايتها فهو يتدخل ويتحصل على هذا النفوذ في شرق المتوسط وفي المنطقة بشكل عام مجانا بالبلاش يعني يدفع له في فلوس يعني حكومة الوفاق تدفع له بالبلاش زي ما تقول نعم طيب ما زلنا مستمرا معكم محمد الجارح الكاتب والباحث السياسي بننتقل بك لنقطة مهمة لكن بعد الفاصل حنتكلم على ونحن طبعا نحكو على فبراير وأكيد تبعتم معنا في اليومين اللي فاتن الندوة فبراير اقتصاد والفساد بنتكلم على جزئيات مهمة جدا ونحن نتكلم على التحولات اللي قادة تمر بليبيا ومرحلة التغيير اللي قادم فيها الآن فاصل قصير وكونوا معكم الجديد اذا اهلا بكم من جديد ونرحب من جديد بضيفنا الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح من موسكو من روسيا محمد أكيد طبعا تبعت الاستوانة اللي تتكرر كل عام نبي نحتفل ما نبيش نحتفل القضية المشهورة لكن الآن تقريبا الجميع متفق على أننا قادمين قدام نقطة تحول سياسية مرحلة معقدة ولحظة تاريخية في مستقبل ليبيا الفترة هذه حتحدد ليبيا وين حتمشي في أي اتجاه ومن المفترض أن كل حد يقدم مشروعه ويقدم رؤيته ولكن في جزء كبير من الإسلاميين أو الإسلام السياسي أو الناس أو التيار الليبرالي متحالف مع مجموعات عمل الإسلام السياسي قاعدين يقولوا أن الثورة مستمرة يقولوا أن فبراير مستمرة ما زالت ما حققتش أهدافها وأن هذه هي البداية البعض قاعد يتساءل يقولون بالله عليكم يا جماعة الآن بعد عشر سنوات خشيف السنة العاشرة وما زلت قاعدين تقول لي الثورة مستمرة هذا إن دل إنما يدل أن أنت ما عندكش أي مشروع أو رؤية بالأمور تجد مستمرة بهذا الشكل وخلاص هو بكل تأني عندنا عندنا مجموعة من الإشكاليات خليني نبدأ بوحدة من الإشكاليات المهمة جدا وهي تتعلق بسردية 17 فبراير سردية ما حدث منذ 2011 وحتى هذه اللحظة فما فيش سردية وحدة فيه مجموعة سرديات ولكن فيه سرديتين أساسيتين لما حدث للأحداث وللقصة بشكل عام تجد من يقول إن هذه مؤامرة أو إن في تدخلات خارجية صارت وإن التدخلات هذه كان الهدف منها تفكيك ليبيا وإدخال ليبيا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار اللي إحنا موجودين فيها الآن نعم وتوجد السردية الأخرى التي تقول بأننا بأن في ليبيا طلعوا ناس يطالبوا بمطالب مشروعة سوى كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية يطالب بكرامة للإنسان وهي مطالب مشروعة يطالب بها أي إنسان في أي مكان في العالم ويجب أن تدعم هذه المطالب المشروعة جدا لأي إنسان هي حقوق إنسان أين محل المطالبة بالعدالة المطالبة بالنظام يمثل تطلعات الناس ويخدمهم وليس يقمحهم أو إلى آخر هذه كلها مطالب مشروعة ففيه هذين السرديتين الأساسيتين هذا لا يعني أن هذه السردية خطأ أو صح أو هذه السردية خطأ أو صح بالإمكان أن السرديتين يكونن صح أو إن فيه عناصر من السرديتين صح فبكل تأكيد فيه ناس في ليبيا كانت ترى في إن نظام القذافي نظام ديكتاتوري ولم يؤدي الغاية والغرض لخدمة مصلحة وتطلعات الليبيين وإنه هو قمع حقوقهم بجميع أنواح اقتصادية واجتماعية وسياسية إلى آخره وإن حقوقهم كانت مهضومة وخرجوا بالفعل كيف ما ذكرت في مرة سابقة بأنهم خرجوا من 15-2 في 2011 وحتى 19-3 خرجوا بأنفسهم خصوصا في بنغازي والبيضة وجدابيا وبرقة بشكل عام تحررت في أول أربع أيام من الحراك ضد نظام القذافي وبعدين تحركت مصراتة وتحركت الزنتان وحتى طرابلس والزاوية إلى آخره واستطاع النظام القذافي أن يسيطر على مدينة الزاوية وطرابلس ولكن استمرت في الزنتان وفي مصرات لكن في نفس الوقت كان فيه تدخلات خارجية ما أصبح يعرف بعراب يعني البعض يصفه البعض يصفه بأنه عراب الثورة في ليبيا أي برنارد هنري ليبيا الذي دخل إلى ليبيا ودخل إلى الشرق الليبي وأصبح يلتقي بالمسؤولين الليبيين والذي لعب دور مهم جدا حسب ما كتبه هو في المذكرات متاعها بخصوص ليبيا نعم وبعدين من بعد 19 مارس في 2011 بالفعل أصبحت فيه تدخلات خارجية إملاءات خارجية إرادة خارجية تفرض على قيادات الثورة تفرض على اللي أدت إلى استقالة البعض منهم مبكرا نعم وأدت إلى مقتل البعض منهم عبد الفتاح يونس الله يرحمه ما قتل لأنه كانت فيه إرادة خارجية تفرض على ليبيا في اتجاهات معينة فالسرديتين هي صحيحة لكن هل القرار توا نحن هل نبقى نقعد نتعارك ومن هو الصح ومن هو الخطأ بعد عشر سنوات أم أنه بالفعل نبقى نفكر في مشروع وطني بالضبط بعد عشر سنوات إلى هذه اللحظة أم نبقى نفكر في مشروع وطني لمنا كلنا ويرجع الإرادة للليبيين أو يرجع جزء كبير من الإرادة الليبيين سيأخذ وقت ترجيع الإرادة متاع ليبيا وترجيع سيادة ليبيا المنتهكة اللي كل يعيط بيها ويدير بيها في شعارات بينما لا يقدم في شيء وما يديرش في شيء بيش يحمي هالسيادة اللي هو يعيط بيها أو يحكي بيها في كل يوم فهذه نقطة مهمة الحاجة الأخرى نعم جماعة الإسلام السياسي اللي يعتقدوا أنهم يعني لما تسمحهم يحكوا ولا يتكلم يعني يحسسوك أنهم هم من قاد الثورة أوصياء على فبراير وأنهم هم اللي يفكروا في الثورة وأنهم هم بالضبط يعني ما هذا يعني حتى الجهد متاع الليبيين هذا التيار مصر على أنه هو يسرقه يعني يقوم بالسرقة متاعه في وضح النهار لأ وفوق من هذا كله ينقلب على إرادة الليبيين الإرادة الحرة متاع الليبيين اللي عبروا عليها في 7-7 في 2012 انقلب عليها بقوة السلاح وبالمجموعات المسلحة وعاد وأنقلب عليها مرة أخرى في 2014 في شهر 6 في 2014 برفضه للانتخابات أنا ذاك وفي 2012 رفض الإرادة الشعبية التي صوتت لأكبر لحزب سياسي معين معارض للإسلام بل كفروه يعني طلعوه حتى من الملة وقالوا حرام أنك أنت تصوت لهذا الحزب وهو حزب تحالف القوى الوطنية نعم وفي سنة 2013 مرروا قانون العزل السياسي لعزل رئيس الحزب الذي تحصل على أكبر عدد من أصوات الليبيين على المستوى الوطني لم يكتفوا فقط بأنهم هم منعوه من تشكيل الحكومة ولكن قاموا بعملية عزلي بتمرير قانون العزل السياسي ذاك تحت فوهات البنادق وكلنا كنا شاهدين عليها تفرجنا عليها في التلفزيون تلك الجلسة اللي قاموا بيها فبعدين الآن يجوا يتحدثوا على وكأنهم هم من قام بالثورة أو وكأنهم هم حماة الديمقراطية أو المدنية وهم أبعد ما يكون عن ذلك عندما أتيحت لهم الفرصة أن يكونوا جزء بالفعل بناع من نظام مدني وطني ضم كل ليبيا رفضوا إلا أن يسيطروا بشكل كامل نعم فيعني أتمنى أنهم هم يكفوا عن هذا الأمر يعني يا سيدي في نهاية الأمر وإن اختلفنا فكريا ومنهجيا مع هذا التيار لكن ننصحوك منكم تذهبوا في الاتجاه التونسي افعلوا ما قامت به النهضة في تونس يا سيدي اقبلوا بأنكم ليبيين قبل أن تكونوا تابعين لهذا التنظيم الدولي اقبلوا بالمشروع الوطني الليبي كونوا جزء من هذا المشروع الوطني الليبي لا علاقة لكم لا بأردغان ولا بغنوشي ولا بالإخوان في مصر كونوا ليبيين وكونوا جزء من المشروع الوطني الليبي وقدموا ليبيا ومصلحة ليبيا على المصلحة الضيقة متاعكم ومتاع الحزب متاعكم وبكل تأكيد أهلا وسهلا بكم في ليبيا بالنسبة لي كليبي أمر مزعج جدا أن نشوف هذا التيار يفسد مرة والأخرى والثالثة على ليبيا والليبيين أي جهد يعني يركب على أي جهد ويسرق أي جهد يقوم به الليبيين في اتجاه أنهم هم يعني باتجاه أن نطوروا من ليبيا أو يكون عندنا مشروع وطني يخدم مصلحة ليبيا دائماً حيوقفوا في النص ومش حيخلوا هذا المشروع يمشي للأمام فقط من أجل السيطرة والاستحواذ نعم وتقريباً هذا حديثك يتناقى مع وجه نظر التيار المدني سواء في بنغازي أو حتى في مصراته التيار المدني اللي في مصراته اللي ينادي ويتكلم يقول أن الإسلام السياسي يعني قاعد يحاول أنه يخطف أدوار مهمة من أدوار الشعب الليبي اللي هو طبعاً قبيها في مرحلة سابقة خلني نمشي بيك محمد الجارح لموضوع مهم قبل ما نخطمه معك الاجتماع الكبير للتركبات والقبائل التركبات الاجتماعية والقبائل في ترهونة شون هي دلالاتها وكيف تتبع فيها وكيف تشوفها أعتقد أن هذا اجتماع يتمثل فيه سيكون مهم جداً من ناحية التعبير عن إرادة محلية أو إرادة وطنية إن صح التعبير لأن العالم يعي أن ليبيا النظام القبلي فيها قوي سواء كان في فترة الاستقلال أو في فترة المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي أو في فترة نظام القذافي وبعدين بعد فترة 2011 الكل يعي أن النظام القبلي أو الهوية القبلية في ليبيا موجودة على الرغم من تحفظي كما أرى أن السلوك الثوري يتعارض مع بناء الدولة فأنا أرى أيضاً أن السلوك أو العقلية القبلية وهذا ليس إهانة للقبيلة ولكن السلوك والعقلية القبلية حتى هي تتعارض مع فكرة بناء دولة حديثة متطورة مبنية على أساس المواطنة تخدم كل الليبيين بدون أي تفرقة مهما كانت انتماءاتهم أو قبائلهم أو مدنهم فهذا الاجتماع بكل تأكيد هو اجتماع مهم جداً خليفة حفتر يعتبر طرف ليبي أثبت في مرات سابقة أنه قادر يعني حط يده كيفما تقول على نبض الشارع في أي اتجاهات ماشيين الناس وأصبح يركز منذ بداية مشروع الكرامة كانوا مركز جداً على مسألة الشرعية المحلية وعلى مسألة أنه يكون في توافق أو يتحصل على دعم القبائل الليبية الآن بعد مسألة التدخل التركي لدعم حكومة الوفاق أعتقد أنه حتى القبائل بعض القبائل والمدن وحتى بعض الشخصيات اللي كانت متحفظة على خليفة حفتر وعلى القيادة العامة وعلى مشروع القيادة العامة اللي يرى فيه البعض أنه مشروع من أجل الوصول للسلطة هناك ناس تتخوف يعني فيه ناس عندها تخوفات يقولوا أن المشروع الذي يقوده خليفة حفتر في وقع الأمر ليس مشروعاً وطنياً وإنما مشروع من أجل الوصول إلى السلطة أعتقد أن تقع مسؤولية مهمة جداً على القيادة العامة في هذا الأمر أنها هي تؤكد على أنها مشروعها مشروع وطني وتؤكد على تقديم الضمنات بشكل مستمر في أن المشروع امتحها مشروع وطني وليس مشروع عائلة أو مشروع قبيلة أو مشروع مجموعة من الأشخاص وهذا مهم للرأي العام في المنطقة الغربية لكن أين منذ التدخل مهم للرأي العام في طرابلس بكل تأكيد هذا مهم على مستوى ليبيا بشكل عام ولكن على وجه التحديد داخل طرابلس لأنه الآن الناس تنظر لخليفة حفتر أنه شخص يريد السلطة فقط لغير وهناك للأسف هناك بعض المؤشرات التي أعطت الناس هذا الانطباع فمن المهم جدا أن خليفة حفتر يعطي الضمنات يعطي التطمينات لكل من هو يشكك في هذا المشروع ويشكك في نوايا هذا المشروع أو طموحات هذا المشروع لكن منذ بداية التدخل التركي وزيادة الحدة متاعه حتى القبائل أو المدن اللي ربما كان موقفها محايد إلى حد ما اتجهت في اتخاذ موقف مضاد لهذا التدخل التركي وهذا يضحى في اصطفاف مع القيادة العامة ضد تحالف حكومة الوفاق إحدى هذه المدن هي مدينة بني وليد وقبيلة ورفلة على سبيل المثال أو قبائل ورفلة والجميع يعي أهمية قبائل ورفلة وقبائل ترهونة في السياق الليبي النقطة الأخرى أن حتى شخصيات محسوبة على النظام السابق على سبيل المثال وعلى الرغم من اختلافها الذي عبرت عنه بشكل واضح وصريح مع خليفة حفتر والقيادة العامة ولكن بعد هذا التدخل التركي أصبحت تدفع باتجاه أو أعلنت دعمها لمشروع القيادة العامة قالت أن هذا المشروع هو المشروع الأقرب لاستعادة الدولة الليبية والاستعادة السيادة الليبية فقررت أنها تضع اختلافاتها مع خليفة حفتر وتحفظاتها على خليفة حفتر جانبا وتذهب في اتجاه دعم خليفة حفتر وهذا الأمر سيستمر خصوصا مع التصريحات الاستفزازية التي يقوم بها أردوغان من تصريحاته بأن ليبيا جزء من هذا النفوذ والإرث التركي تصريحات أن هناك مليون تركي في ليبيا إلى آخره هذه التصريحات الاستفزازية تزيد تخلي حتى المتحفظ على خليفة حفتر ومعارض للحرب في طرابلس أنه يضع هذه التحفظات جانبا وإن كان بشكل مؤقت ويذهب في اتجاه أنه يدعم خليفة حفتر الشيء الآخر بكل تأكيد مهما كان النظرة الخارجية للقبائل هي نظرة سلبية العالم يشوفوا في أن النظام القبلي يعني النظام مش متطور وغير قابل للتطور وأنه يتعارض مع الحداثة هيك يشوفوها الغرب ولكن في نفس الوقت الغرب الأمم المتحدة المجتمع الدولي يعي أن القبائل لها دور مهم جدا في السياق والواقع الليبي واستلمت الأمم المتحدة مطالب التركبات الاجتماعية والقبائل الليبي وجلست معها مسمعت منهم بكل تأكيد يعني فيما يتعلق بمسألة النفط يعني الآن استقبلوا رسالة فيها مطالب من المجتمعات المحلية أو القبائل المحلية التي قررت بموافقة القيادة العامة بكل تأكيد أنها هي تقوم بإقفال النفط يعني على الرغم من محاولة البعض أنه يدعي أن السودانيين والشاديين هم من يغلق النفط ولكن العالم يعي لأن هذول ناس جاءت البعثة الأممية وجاء الوفد ألماني والتقى معهم وجها لوجه حكوا معاهم نعم وهم ليبيين يعني وشيوخ في قبائل ليبيا مهمة فالعالم مهما كان عنده تحفظات على يعني فكرة القبلية أو مسألة القبلية ولكن يعي أن السياق والواقع الليبي يجعل من القبيلة عندها دور ونفوذ وكما أشرت في نقطة سابقة أن بكل تأكيد إذا أردنا بناء ليبيا حديثة تلبي تطلعات الليبيين كلهم يجب علينا أن نبتعد عن مسألة القبلية مسألة المحاصنة يعني المسألة تكون مسألة مواطنة أن الليبيين بالفعل يكونوا كلهم سواسية يعني سواة أمام القانون متساوون في حقهم وفي الفرص متاحهم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية من ناحية الوظائف إلى آخره وفيما يتعلق بالحقوق السياسية أو الحقوق في مسألة التمثيل في مسألة الحكم إلى آخره من حقوق مشروعة للجميع تكون كلها موحدة لكل الليبيين باختلاف لونهم أو باختلاف انتماءاتهم القبلية أو الإثنية إلى آخره وهذا أمر مهم جدا إذا أردنا بالفعل أن نحن نبنوا ليبيا قادرة على أنها هي تواكب هالعصر اللي نحن تخلفنا عنه الآن ربما مئات السنين بسبب العشر سنوات اللي فاتت طيب والاثنين واربعين سنة اللي قبل نعم طيب محمد جارح نستغله فرصة معاك في آخر ثلاث أربع دقايق وانت موجود في موسكو في روسيا نسألك على قضية مهمة مسألة صفقة صواريخ S-400 اللي دايرة صداع كبير لأمريكان هل ما زالت الأمور ماشية وكيف حيكون شكل التعاون العسكري التركي الروسي في خلال الفترة الجاية في المستقبل هو بحسب التوقعات المسؤولين وكذلك الخبراء الأتراك يتوقع بأن هذه الصفقة ستبقى هذه هي القراءة اللي موجودة الآن في موسكو على الرغم من الخلافات اللي موجودة الآن في سوريا ولكن يعتقدوا أن هذا الأمر أمر استراتيجي ويقولوا أن أنقرة وأردوغان يعوا هذا الأمر أنهم هم بحاجة بعد هذا التوتر الذي طرع على علاقات أردوغان وتركيا مع الغرب فأردوغان بحاجة إلى أن تكون عنده علاقة استراتيجية إلى حد ما مع حليف مثل روسيا وأيضا أردوغان يتوجه الآن إلى دول إسلامية كبرى مثل باكستان وماليزيا وأندونيسيا وحتى إيران في محاولة منه إلى تكوين تحالف إسلامي معين يكون داعم له في المنطقة ودعم للنفوذ متاعه في المنطقة فيبدو أن على الأقل التوقعات بأن هذه الصفقة باقية حتى هذه اللحظة وهذا يوضح أن الأتراك والروس سيستمروا في هذه العلاقة البراغماتية جدا يعني كر وفر زي ما تقول يعني يشدوا أحيانا ويرخوا أحيانا أخرى ولكن اللي فهمته من الأتراك ومن الروس هنا في موسكو أنه لا يمكن أن ننظر إلى ليبيا بمعزل عما يحدث في سوريا أنه الأمور وكل الأزمات اللي موجودة في المنطقة متاعنا هي أزمات متشابكة بكل تأكيد والدليل على ذلك الآن شوف أنه الآن يعني أنت أبسط دليل وأبسط مؤشر أن أردغان يقوم بنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا الآن يعني نقلهم من مساحة معينة إلى مساحة أخرى أو من صراع معين إلى صراع آخر وفي نفس الوقت نلاحظ أن الروس في تحركاتهم باتجاه ليبيا سوريا أصبحت محطة مهمة جدا بالنسبة لهم سواء كان في مسألة الزيارات أو كان في مسألة الدعم اللي ممكن تقدمه أو تقدم فيه روسيا موسكو إلى القيادة العام نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح سعداء دائماً موجودك معنا كان معنا محمد الجارح من موسكو ومن روسيا ومع الجارح وصلنا مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقة البلاد الليلة دائماً في تواصل معكم تحياتي أنا خليل حاسي وأيضاً تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة اشتركوا في القناة